احنا بنعمل ايه في القناة دي؟ والحقيقة احنا بنعمل زي اللي بنعمله في الفيسبوك وبنعمله زي اللي بنعمله في القهوة احنا بندارب تش مع بعض وبنقول افكرنا وبنناقش افكرنا مع بعض في اللي موافق عليها وفي اللي مش موافق عليها والنتيجة ان احنا بنتعلم بنتعلم مبدئيا ان احنا ازاي نختلف مع بعض ازاي نفكر مع بعض ازاي ننضج مع بعض لان لو احنا كل واحد هتكلم نفسه او هتكلم الناس اللي شبهه مش هنوصل لحاجة جديدة انما لما نتكلم مع بعض اكتر ومع ناس مختلفة بأفكار مختلفة ونسمع الرأي ورأي تاني اكيد بنوصل لحاجة احسن شوية دماغنا بتتفتح شوية فاحنا هنا بندردش بنتكلم في مواضيع مختلفة مواضيع ممكن حاجات تعجبك حاجات ما تعجبكش حاجات تبقى مهتمة بيها اكتر من حاجات تانية وده طبيعي مش كل الناس اهتمامتها واحدة فهنا انا بحاول الحقيقة ان احنا ما نلتزمش بموضوع معاين هتلاقي مواضيع مختلفة اجتماعية سياسية ممكن نتكلم على رواية ولا ولا عمل فني ممكن نتكلم في الدين ممكن نتكلم في الافكار المختلفة الموجودة في الحياة الحاجات اللي بتأثر علينا فالدنيا كبيرة دنيا واسعة واحنا عاديين يعني عادي احنروح فين يعني فاحنا بدل ما بنضيع وقتنا على الفيسبوك هنضيعوا هنا مش اكتر يعني الموضوع مش اهو كده كده احنا بنتسلة وبنتعلم بنحاول نتعلم نتعلم ان احنا نختلف نتعلم ان احنا نعرف ازاي نتناقش مع بعض نعرف نشوف افكار ناس كتيرة نشوف تعليقات الناس ونحسن من اللي احنا بنعمله ونطور اللي احنا بنعمله يعني اكيد لو انت تفرجت على فيديوهات قديمة هتلاقيها مختلفة الوقتي عن اه حاجات انا لسه بعملها اليومين دول فقادينا بنتعلم وقادينا بنحاول نحسن من اللي احنا بنعمله ونستفيد شوية بالوقت كده كده اللي احنا بنضيعه سواء بقى على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ما في الاخر احنا عادي يعني من حقنا ان احنا نتسلة يعني فنتسلة بطريقة احتمال تبقى مفيدة لحد واحتمال لأ بس يعني في الاخر احنا ما بنعملش حاجة المفروض تداقي حد. اه الناس اللي بيدرشوا معايا ناس عاديين منهم اللي عرفهم شخصيا وبقابلهم في الحقيقة ومنهم الناس اللي انا تعرفت عليهم من خلال الفيسبوك او موقع التواصل الاجتماعي بنتعلم بنشير ايدياز بنوسح دايرة اهتمامتنا دايرة معرفت معرفتنا فهو قادينا بنجرب ونشوف هنروح فين. اه وعلى حسب التفاعل الناس بتتفرج ناس مهتمة ناس بتحط اه دا بيدينا افكار اكتر فنعرف نناقش حاجات اكتر ونعرف نقول حاجة جديدة يمكن ما كانتش بتتقالف اه في حتة اه تقليدية قبل كده. اه ونبقت شوية عن الهاري اللي بتاع الفيسبوك لان الفيسبوك مشكلته ان في ناس كتيرة بتتفرج عليه وناس كتيرة يعني خلقها دا على الكلام اللي احنا هنقوله في الفيديوهات فالعدد عدد الهاري يعني كمية الهاري هتبقى قلب كتير اه عن الفيسبوك لان الفيسبوك اه مهما كان البوست طويل هيخلص في داقتين تلاتة انما الفيديوهات دي ممكن تقعد ربع ساعة تقعد نص ساعة ممكن تقعد ساعتين. فاللي عنده جهد ان هو يستحمل اللي يتفرج على مدة طويلة كلام قد يكون جاد وقد يكون ساخر في بعض الاوقات. اه ده نوعية مختلفة عن الناس اللي موجودة على الفيسبوك. فا اهو بنحاول نلاقي مكان آآ 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 في مساحة من الحرية انا عرف نتكلم فيها بحرية اكتر هامش من الحرية اكتر اكيد في اللي احنا بنقوله لان مش كل حاجة احنا عرف نقولها بس اهو بنحاول نوسع مجال الحرية ودائرة الحرية بتاعتنا آآ في ناس هتعتبر ان ده جرأة في ناس هتعتبر ان ده ممكن يكون دبلوماسية في واحد هيشوف ان احنا بنحاول نمسك العصاية من النص كل واحد هشوف الموضوع من وجهة نظره بس اهو قدينا بنحاول ونجر ونشوف هنروح فين وآآ انا شخصيا بستفيد انا لما بتكلم مع ناس مختلفة آآ باسمع افكار جديدة بشوف آآ افكار مختلفة بقول افكاري باختبر افكاري مع الناس لان من حق ايه من حق يعني من حاجات الجميلة ان انت تختبر فكرتك وتشوف هل فكرة بتاعتك دي بتصمد قدام الارجمنتس المختلفة ولا لأ لان ممكن تبقى فعندك فكرة والفكرة دي لما تيجي تناقشها مع حد تلاقي ان الارجمنتس بتاعتك مش قوية اناف قدام ارجمنتس تانية فتلاقي نفسك ان انت محتاج تراجع افكارك فدي حاجة آآ مفيدة لاي واحد ان هو لما يناقش افكاره هو بيتحدى افكاره وبالتالي بيدي فرصة لنفسه ان هو يراجع افكاره ويشوف هل افكاره دي آآ ممكن يبقى فيه احسن ولا هي كده تمام ولا محتاجة ان احنا نتويكت ونزبطها آآ فاعتقد ان على المدى الطويل ومع المناقشات الاكتر ومع الاختلافات الاكتر يتهيقلي الانسان بيانضج والانسان بيتعلم حاجة جديدة يتهيقلي هو ده الهدف الاساسي من اللي احنا بنعمله ده آآ مفيش آآ مفيش حد هنا مش ولكم ان هو يجي يتكلم ويقول رأيه آآ طالما حيحترم رأيه التاني وحنا نحترم بعض وحنا بنتكلم وخلاص فتمام كده يعني بس كده ده ده اللي احنا بنحاول نعمله هنا بس كده يلا ديك كير ونشوفكم في فيديوهات ودردشت آآ شوفوا اللي فات وشوفوا اللي جاي ووديونا رأيوكم بس كده يلا ديك كير